اهلا بكم الى النشرة مفصلة من العربية انا ميسون عزام احييكم وهذه الخامسة مشاهدينا نبدأ بالعنوين تعزيزات امنية مشددة في محيط محكمة منهاتن قبيل مثول ترامب امام قادر المحكمة فنلندا تنضم رسميا للناتو وواشنطن تتهم موسكو بالعداء وتحملها مسئولية توسع الحلف رئيس وزراء العراق يقول ان الاتفاق النفطي مع اربيل مؤقت حتى اقرار الموازنة العامة اذا مشاهدينا نبدأ هذه النشرة الخامسة من الولايات المتحدة وبالتحديد من نيويورك حيث يستعد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب للمثول امام المحكمة اليوم وسط تعزيزات امنية مشددة وفق اعلام امريكي رحلة ترامب بدأت بمغادرة منزله في بالمبيتش وصولا الى برج ترامب في منهاتن بنيويورك بعدها سيصل ترامب الى محكمة منهاتن حيث سيواجه الادعاء في اول لائحة اتهام لرئيس امريكي السابق عند الساعة الثانية وخمسة عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي اي ثامنة عشرة والربع بتوقيت جرينج بعد الانتهاء سيغادر ترامب نيويورك عائدا الى فلوريدا وتحديدا الى مقره هناك هناك سيعقد مؤتمرا صحفيا عند الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقيقة اي عند منتصف الليل بتوقيت جرينج واخر التصريحات تشير الى ان ترامب يطالب بتغيير موقع المحاكمة وبنقلها الى ستاتن ايلاند جنوب منهاتن هذا وتتجه انظار العالم الى هذه المحكمة محكمة منهاتن بنيويورك حيث يستمع ترامب الى لائحة اتهامه في قضية دفع اموال لممثلة اباحية مقابل صمتها طبعا ابان انتخابات الرئاسة في الفين وستة عشر مثول ترامب امام المحكمة يصلح ان يطلق عليه بمحاكمة القرن فهو حدث تاريخي هو حدث غير مسبوق لرئيس امريكي ما هي الخطوة القانونية التالية بعد اتهام ترامب سيصحب جهاز الخدمة السرية ترامب من برجه في نيويورك الى محكمة منهاتن كالعادة ومثل اي متهم في نيويورك سيخضع ترامب لاجراءات الحجز المعتادة عبر اخذ بصماته والتقاط صورته والتي قد تؤدي لواحدة من اشهر الصور الجنائية في العصر الحديث بعد استماع ترامب لاتهماته سيتمكن من تقديم التماس وفقا لوزارة العدل سيجري ممثل للدعاء العام ومحام ترامب مفاوضات حول شروط الافراج مثل قيود السفر او الحجز في المنزل محام ترامب اكدوا انه لن يتم تصفيده كما سيدفع امام المحكمة بانه غير مذنب ترامب يواجه اكثر من ثلاثين تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الاعمال على كل مزيد معنا من امام محكمة منهاتن الجنائية مدير مكتب العربية في نيويورك طلال الحاج اهلا بك طلال اسمح لي ان ابدأ بالعواجل التي استمعنا اليها هناك حديث انه ترامب يطالب بتغيير مكان المحاكمة خبرنا اكثر نعم هذا طلبه منذ بضعة ايام لان اعتقد انه لا يمكن اختيار لجة محلفين محايدة هنا في نيويورك كما تعرفين نيويورك هي قاعة الديمقراطيين في الولايات المتحدة ومن اكثر في الانتخابات في عام 2016 وكذلك في الانتخابات 2020 حصل على 16% من الاصوات هنا في هذه الولاية و20% في عام 2020 لذلك ترامب يعتقد ان لديه فرصة اكبر في الحصول على قرار من لجة المحلفين اذا كانت بعيدة عن نيويورك ولكن المكان المطروح هو ستاتين ايلاند وهي ايضا تابع الى نيويورك والمحكمة حتى هذه اللحظة لا تعير اجتماما لهذه المطالب لانه حتى هذه اللحظة تعتبر هذه المحكمة عادلة والقاضي عادل وسمعته طيبة اذا تكرار مثل هذه الدعوات من قبل ترامب لن تفيده تسبب الرحمة الى حد كبير نعم اذا تكرار مثل هذه التصريحات او المطالب لم تفيدوا بهذه اللحظة نحن امام مشهد قائم نعرف تفاصيله طلال نعم هو سيقضب الى هنا الساعة 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 عشر بتوقيت جرينيتش سيدخل وطلب ان يتحدث الى الصحافة داخل المحكمة عند دخوله وكذلك بعد خروجه من الجلسة الاتهامات الشرطة السرية وشرطة نيويوك رفضت ذلك ولا من يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة سوى القاضي سمح بخمسة شركات اعلامية برسال مصورين فوتوغرافيين لالتقاط صور لا فيديو لدقائق معدودة في بداية جلسة الاعلان عن التهم اما تفاصيل التهم هناك تقارير تم تداولها بان القاضي سيعلن عنها البارحة ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل ويبدو انه ينوي الاعلان عنها الساعة الثامنة عشر والربع بتوقيت جرينيتش اليوم عندما يبثل ترامب امامه ترامب سيأتي للمحكمة في موكب من السيارات يضم احدى عشر سيارة اواء كان بس سؤال فيما يتعلق بالتهم لن يكون هناك نقل مباشر لهذه المحاكمة كيف او ما طبيعة المعلومات التي ستصل للناس بهذا الاطار التهم ستخرج من المحكمة ستكون في سجر رسمي وسيمنح ترامب رقم متهم اذا اخذوا له صور وهذا الامر لم يحسن بعد في المفاوضات بين المحامين وادعاء اذا اخذ الصور سيوضع هذا الرقم على صوره واذا تم تسريبها من هذه المحكمة فالعالم كله في انتظار مثل هذه الصور ولكن التهم سوف يعرض القاضي على ترامب قراءتها داخل الجلسة ولكن اعتقد ان ترامب لن يقبل بذلك وسيدعي الوراء الكاملة من هذه التهم ولكنها ستعلن حال انتهاء هذه الجلسة وسنعرف ما هي ال34 تهمة الموجهة اليه كما نفهم الآن وسيتجه الى مارا لاكو حيث يقتن لإلقاء خطاب الليلة في تمام الساعة الثاني عشر والربع بتوقيت جرينيش ليلا طلال الاجواء المحيطة خبرنا ولو تتحرك الكاميرا سريعا إذا أمكن هناك تجمعات داخل الحديقة التي نقف أمامها من المتظاهرين وقسموها الرجال الشرطة إلى جزءين جزء لبوساني دي ترامب والجزء الآخر لمناوئي ترامب وكانت هناك منوشات صباح اليوم بين الطرفين ولكن نفهم أن الشرطة أو رأينا الشرطة لأن نقف أمامهم فصلوا بين الجزءين بالرغم من تبادل أو تلاسن أعضاء هذه المظاهرات هذه المظاهرات مفروض أن تبدأ الساعة الثانية عشر أي السادس عشر بتوقيت جرينيش لذلك هي في بدايتها وسترتفع الأعداد ولكن ترين رجال الشرطة بالجاكتات الزرقاء يقفون على أهبة الاستعداد للفصل بين الطرفين والشرطة كثيرة هنا جدا 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 وفي شوارع في مركبات وحافلات ينتظرون وقوع أي اضطرابات للقدوم إلى هنا والشركات الإعلام التي نقف هنا معها جميعها جاءت بأقناعة كل الأنظار من كل أنحاء العالم الملايين يتابعون هذا اليوم نعم من أمام محكمة منهاتن الجنائية كان معنا مدير مكتب العربية في نيويورك طلال الحاج شكرا جزيلا لك هذا ولم يتوقف ترامب عن هجومه وعن وعيده ترامب قال إنه سيتم توجيه الاتهام إليه في 34 تهمة متهما المدعي العام في منهاتن ألفن براك بتسريب لائحة الاتهام لوسائل الإعلام كما أشار الرئيس الأمريكي السابق إلا أنه لا توجد تغييرات أو مفاجآت وأنه غير مذنب مؤكدا أيضا أنه يجب توجيه لائحة الاتهام إلى المدعي العام نفسه حيث تسربت محتويات لوائح الاتهام إلى الصحافة هذا ومع استمرار هجوم ترامب على الإدعاء العام ربما تلجأ المحكمة لإسكات الرئيس السابق من خلال إصدار أمر حضر النشر في هذه القضية هذه الخطوة إذا ما قررها القادي إخوان ميرشن ستمنع ترامب وستمنع محاميه من التحدث عالنا عن هذه القضية خارج جدران المحكمة المنع إذا ما تم يعني أن ترامب لن يكون قادر على نشر ما يريده على منصته للتواصل الاجتماعي تروث التي يستخدمها للتواصل مع الملايين من أنصاره كان ترامب استغل هذه المنصة منصة التروث في الأيام الماضية طبعا شن انتقاد لاذع للمدعي العام في منهات ألفن براغ والقادي أيضا ميرشن وحذر بما أسماه بالموت وأيضا الدمار إذا وجهت إليه تهمة ترامب اعتبر أن أمريكا في طريقها إلى الجحيم ويخطط ترامب لإلقاء خطاب إذن كما ذكر مراسلنا بعد ساعات من مثولها أمام المحكمة لكن أمر حظر النشر قد يفسد هذه الخطة التي يقول البعض أنها محاولة لاستغلال الأزمة سياسيا طبعا هذا كله بحسب مراقبين بعض المحامين المؤيدين لأمر حظر النشر يرون أن الادعاء في القضية ليس مشهدا عاما في حين يرفض فريق ترامب القانوني هذه الخطوة يعتبرها انتهاك للحق في التعبير عن الرأي على كل المزيد معنا من واشنطن دكتور إدمون غريب الأستاذ في العلاقات الدولية أهلا بك دكتور بداية انقرار في المشهد ومتابعتك للتطورات ما الذي ترى؟ أولا بدون شك كما تفضلت وذكرت قبل لحظات هذا حدث عالمي إلى حد ما والعالم أنظار العالم كلها اليوم تركز على هذه القضية على الرغم من أن هناك الكثير من القضايا الأخرى التي ربما تحتاج إلى التركيز عليها أكثر كانت بسأل الخروب كانت القضايا الوضع الاقتصادي كانت ارتفاع نسبة للجريمة ولكن فعلا هذه قضية غير مسبوقة من ناحية أخرى أول مرة نرى رئيس أمريكي يحاكم ويتوجه اتهامات له ما تفضلت واشرت إليه بالنهاية نقطة مهمة جدا ومثيرة لأن هذه ليست فقط إذا تمت فعلا محاولة لما يسمى gag order أو ليس مارتس لملعة ترامب من التحدث عن هذه القضية أيضا ستكون فيها نوع من الانتهاك لأول مرة ولمحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات لأن ترامب سيبقى مرشحا لرئاسة ما لم يدان وحتى لو أدين فلن يمنع لن تكون هناك أي قوانين تمنعهم من ترشيح نفسه وبالتالي فأن ترامب عنده إذن سيقول أن هذه محاولة للتأثير على الانتخابات وطبعا هناك عدد كبير من القانونيين الذين يثيروا أسئلة حول هذا الموقف صحيح بس دكتور هي الفكرة بخطابه الناري دائما وانتقاداته خاصة المخاوف بأن يعود ويحرض الشارع ليتحرك بطريقة شهدناها سابقا فعلا هذه النقطة كما تفضلت ترامب رجل مشاكس مقاتل شرس وهو يحاول أيضا الاستغلال هذا الوضع لصالحه بأن يقول بأن المدعي العام وإلى حد ما كل شيء مسيس هذه الأيام في الولايات المتحدة وهذه القضية هي أيضا من القضايا التي تم تسيسها لأن المدعي العام براغ عندما رشح نفسه لهذا المنصب قال بأنه أحدى الوعود التي قدمها لناخبي لأنه سيلحق ترامب وسيجلبه إلى المحكمة إذن كان هو يستهدف ترامب حتى قبل أن تكون هناك تيامات ولكنه عندما وصلوا قال في البداية أن هذه القضية قضية دفع أموال للحفاظ على صمت الممثلة الإباحية ليست قضية بحاجة لمتابعتها خاصة أن المدعي العام السابق والمدعي المحكمة الفدرالية لم تتابعها النقطة الأساسية دكتور إدمون سننتظر لائحة الاتهام ونرى على ماذا تعتمد وشيء الوثائق اللي عم بحكوا عنها إضافة أنه في محاكم أخرى تنتظر ترامب على كل من واشنطن دكتور إدمون غريب الأستاذ في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك شكرا لك ومشاهدين في تداعيات محاكمة ترامب أيضا ما هي السيناريوهات المحتملة سياسيا طبعا بعد توجيه هذا الاتهام سيكون ترامب والذي يبلغ من العمر 76 عاما في ورطة كأول رئيس سابق أو في المنصب يوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية ومع عدم معرفة التهم بالتحديد الموجهة لترامب من الصعب طبعا التكهن إن كانت الإدانة المحتملة ستؤدي إلى الحكم بالسجن على رئيس أمريكي السابق مع ذلك يعتقد بأن التهم التي ستوجه إلى ترامب ستشمل احتيال التجاري ستشمل انتهاكات متعلقة بتمويل الحملات الانتخابية ولكن من غير الواضح إن كانت من جرائم الجنايات والتي طبعا تؤدي إلى عقوبة السجن المحتملة توقيت الأزمة هو الأسوأ طبعا يأتي أيضا على أعتاب انتخابات يأمل ترامب من خلالها إلى العودة إلى البيت الأبيض سيواصل ترامب بالتأكيد مسعاه لخوض الانتخابات حتى في حال مواجهته تهما جنائية فلا يوجد أي بند في الدستور الأمريكي يمنعه من الترشح للرئاسة حتى في حال مواجهته التهم وفي سبيل البحث عن مخرج للورطة التي وجد ترامب نفسه فيها لجأ إلى تعيين المحامي تود برانش كآخر المنضمين إلى فريقه القانوني المحامي تود برانش آخر المنضمين إلى فريق الدفاع لترامب قبل ساعات فقط من محاكمته وهو مدعي فدرالي سابق يتمتع بخبرة واسعة في قضايا ولاية نيويورك عامل كمساعد المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية بنيويورك لما يقرب من عقد كما أشرف برانش على قضايا ذوي لياقات البيضاء ويتمتع بسمعة كبيرة كمدافع عدواني ويتمتع أيضا بشبكة علاقات واسعة بالفريق القانوني لدونالد ترامب ومن الشخصيات التي مثلها بلانش رئيس حملة ترامب السابق بوريس إبشتاين بعد أن واجه تهمة الاحتيال في عام 2019 بالإضافة إلى رجل الأعمال إيغر فرومن الذي واجه تهمة اختلاص مساهمة مالية في عام 2021 والمزيد معنا من واشنطن عبر سكايب بشار جرار الكاتب والمحل الأسياسي أهلا بك سيد بشار اسمح لي أن أبدأ بما انتهينا به وخاصة فيما يتعلق بتعيين محامي جديد ماذا يقول هذا القرار في اللحظات الأخيرة عن موقف ترامب وحالته الآن؟ أستاذ ما يسمى معروف عن ترامب بخبرة بالتعامل مع القضاء والإعلام والتوقيت هو يريد به حسب ما وصف إضافة قوة نارية لفريق موجود أصلا العبرة هي في اختيار شخصية لديها مصدقية عالية في دور المحامة هذه المصدقية التي تغيب عن طرف آخر مثل كاون الذي تم نزع رخصة مزاولة المهنة بسبب كذبه المتكرر هذا يظهر على الأقل من وجهة نظر الاستراتيجية الدفاعية التي يخطط لها الرئيس ترامب والفريق بأنه مدرك لتفاصيل تتعلق بخصوصية نيويورك وخاصة خصوصية منهات وبشكل أكثر تحديدا التعامل مع الأسلوب الروتيني الذي جرت عليه العادة فيما يتعلق في التعامل مع القضايا المتخصصة بالشخصيات العامة ولكن للجوء إلى هذه الخطوة هل هو بديل عن مطالبته سابقا بنقل المحاكمة إلى منطقة أخرى وإن كانت في منهات أيضا جنوبها لا يوجد تناقض بين الموضوعين والقضية الخاصة في النقل من منهات بسبب أن هيئة محلفين وهذا مثل أمريكي معروف بأنك تستطيع بهيئة محلفين أن تدين حتى ساندوش بيكل بمعنى وهذا طبعا من الشيء الذي يعتبر كتندر ولكن يشير إلى خطورة اختيار محلفين إذا كانت أهواؤهم السياسية أو لليهم أي اشتباك حتى هذا قانونا في أمريكا معروف وحتى عرفا أنه لا يجوز لهيئة المحلفين أن تكون على صلة لا بالمتهم ولا حتى بأي قضية لو كانت من معارفهم أو عائلاتهم ذات صلة بما يتم طرحه فما بالك إن جاد على ذلك قضية القاضي القاضي من المعروف أنه لا يحب ترامب وهذا أيضا مثبت وقضية منهات بحد ذاتها هي منطقة معادية لترامب وجدنا كيف أنها معادية حتى لمن خرجوا بالتظاهر السلمي بدأت احتكاكات قبل قليل وعندما تبقى لها لستانتون آلند على الأقل بأنها أقل عداء وأقل ارتباطا بالحزب الديمقراطي ولكن رغم ما ذكرته يقال بأن هذه المحاكمة تحديدا هي أقل المشاكل إذا ما صح التعبير من التحقيقات الأخرى أعتقد أربعة هناك تنتظر ترامب أيضا لن يستطيع أم أنه سيستطيع بذكاؤه كما تعلمنا في السابق أن يواجه كل هذه التحديات هو الذكاء والخبرة يعني عاملان اجتمعا وهما من صنعا قصة نجاح ترامب كرجل أعمال وأيضا عندما دخل عالم السياسي وهو الغريب عن هذا العالم احتكاكه مع قضية القضاء التعامل مع القضاء والإعلام يشير أنه كلما تقدمت به الخبرة كلما زاد مضاء في استخدام الأسلحة التي يتقنها على نحو متميز هذه القضية مثل ما افضلت يعني تماما هي أخف القضايا وقد يبدو أن الأمر وكأنه خطأ وقع فيه ألن براغ الذي حتى الآن تتسرب بعض الشائعات بأنه بدأ يراجع نفسه بضغط من الحزب الديمقراطي لأنه بالفعل وضع الجميع بورطة هذه المخالفات كلها تتعلق بالبوك كيبي بمعنى كيف تحفظ القضايا ذات السجلات المالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال بما سمي بالزومبي كيس هذه التي بعثوا بها بعد موتها لا يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على عزيمة ترامب وفريقه القانوني والسياسي من وعده بأن يتقدم فيه القضايا الأخرى التي هي أيضا محل تجازات ولها وقتها حينئذ من واشنطن عبر سكايب بشار جرار الكاتب والمحل للسياسي شكرا جزيلا لك في الخامسة ولكن بعد قليل بريطانيا تغرم تيك توك حوالي 16 مليون دولار لإساءة استخدام بيانات الأطفال أهلا بكم مجددا إلى الخامسة تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تتعلق بالعلاقات التنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين تضمنت الرسالة سبل دعم العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات باتت فنلندا رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي وقد سلم الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وثيقة الانضمام إلى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين بحضور الأمين العام لحلف الناتو يانس تولتنبرغ طبعا انضمام فنلندا للناتو أثر حفظة موسكو موسكو قالت أنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة في سبيل وقف التهديد الذي تمثله هذه الخطوة أكد بيان الخارجية الروسية أن هذه الإجراءات قد تكون ذات طبيعة عسكرية من أجل وقفه معتبرته تهديدا للأمن القومي الروسي جراء انضمام فنلندا إلى الناتو من جانبه حمل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حمل موسكو مسؤولية توسع دول حلف الناتو قال أن العدائية الروسية ستؤدي إلى توسع الناتو أكثر وأن حرب روسيا على أوكرانيا وراء انضمام فنلندا إلى الناتو هذا يوم تاريخي لحظات تاريخية نشهدها بانضمام فنلندا إلى حلف الناتو نرحب بها كعضو في الحلف وأريد أن أشير إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا وراء انضمام فنلندا إلى حلف الناتو فالعدائية الروسية ستؤدي إلى توسع الناتو أكثر فأكثر نحن نسعى إلى تطوية التعاون بين حلف الناتو ودول جنوب المحيط الهادئ إلى العراق حيث أعلن رئيس الوزراء محمد شياعي السوداني رسميا عن اتفاق مؤقت مع حكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير نفط الإقليم نتابع قانون الموازنة واضح في مواد ونصوصة التي وضعت والتي تعالج كل المشاكل في ملف العلاقة بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مثل ما ذكرت هناك اتفاق سياسي وصوت عليه مجلس النواب وضعنا ضمن إطار هذا الاتفاق السياسي النصوص التي تعالج هذه المشاكل في قانون الموازنة تصويت مجلس النواب إن شاء الله على القانون سوف ينظم العلاقة بما يضمن التوزيع العادل للثروة على كل المواطنين سواء كان في داخل الإقليم أو في باقي المحافظات أعلن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا عن فرض غرامة على تطبيق تيك توك تقدر بـ 16 مليون جنيه سترليني طبعا بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات من بينها استخدام البيانات الشخصية لأطفال أقل من 13 عاما وذلك دون موافقة الوالدين الخامسة انتهت شكرا المتابعة مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة